أسفل الشاشة أعود لضيفي لحلقة هذا المسأل كابتن سامير كاعدة حياكم الله من جديد الله يحييك حبيبي كابتن ألي أكثر من 100 سؤال عندي طبعا اليوم أكون يعني السؤال الأول يشتركت القوة الجوية وذهبت لتدريب الديوانية أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين الطيبين أول نقطة أنه أنا أعتذر إلى جمهور القوة الجوية الكرام إلى الهيئة العامة إلى الأخوان الهيئة الإدارية هو تركي طبعا عدة أسباب السبب الأول هو يعني مو عند الرغبة الجامحة والكبيرة بالعمل الإداري هاي أولا ثانيا إحنا من جينا كأعضاء هاي إدارية كان بتفكيري أنه يعني أنا أصير عدي مثلا كناء بريس هاي إدارية الصلاحية مثلا حتى لو أخدم أخواني الأعضاء هاي العامة شعرت أنه من أدخل للنادي يعني أكثر الأعضاء أكثر المدربين أكثر الموظفين يريدون شغلات ما أقدر أنفذها لهم فحسيت أنه يعني ما عندي ما عندي ذيش الصلاحية الكاملة أنه أن أخود مثلا ناد القوة الجوية نيابة عن السيد القائد تحياتنا إليه والأخوان الهيئة الإدارية النقطة الثالثة أنه شعرت أنه جميع أعضاء الهيئة العامة لهم الرغبة لتغيير أشياء هم لازم يصير اجتماع وتنطرح وناخذ الموافقات المسائل الأخرى طبعا أنا كنت أريد فتصلاحية إدارية وليس مالية مثلا على سبيل المثال كتجهيزات رياضية يعني التجهيزات الرياضية هاي هم لازم مثلا نجتمع ونتخذ قرار ولازم نخبر السيد قادر ما تتدري بيهن قبل الترشح كابتن شون يعني يعني القرار لازم يكون جماعي من الإدارة أولا ما تتدري أنه أنت العمل الإداري ما عندك رغبة بي لعد ليش رشحت من الأساس وهي العامة صار مرتين تخذ لهم كابتن سمير مرتين يفوزوك لا هي ما توصل للخدلات شي سموها طبعا شوف راح أقل لك شغلة وحدة المسألة اللي تحز بنفسي هو أكثر الهيئة العامة كانوا لهم الرغبة أنه أستمر لكن مو على حساب رغبتي آني لو كانت الأمور اللي كانت ببالي يعني تمشي شنو تشان ببالي؟ يعني كان ببالي مثلا كمدربين إذا أحتاجوا مسألة كون تتوفر في نفس الوقت مثلا كتجهيزات كون تتنفذ مثلا كسفرة مثلا معسكر تدريبي كون تتنفذ هذا ما يصيرا؟ لا هذا ما صارا إلا من بعد ما يعني نقعد جلسة ونخبر الكابتن سيد قادر القوات الجوية وبعدها تحصل الموافقة أو تتأجل مثلا